السلام عليكم أبطالي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو الأسبوع الفيديو الأجمل بالنسبة لي فيديو الأسئلة اللي ما أخذ فيه من 10 إلى 15 سؤال من بوست الأسئلة الأسبوع ومجاوب عليه بفيديو يوم الجمعة اسأل ناسيم كورا السلام عليكم جديد أحباء الكرام صليوا على الرسول الله قبل ما ربدا بتفاصيل متل ما تعودنا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو الأسئلة الأسبوع طبعا للي ما بيعرف أول مرة بيشوف هاي الحلقة كل يوم ثلاثاء بإذن الله تعالى نحن ننزل على منتدى القناة على يوتيوب وكذلك انستا وفيسبوك ننزل بوست اسمه اسأل ناسيم كورا وبتحطوا اسألتكم باخد تقريبا كمية أسئلة تكون مانا مكررة وما عم نحكي عنا بشكل متكرر ومحاول نحكي عنا قدر الإمكان بفيديو أسبوع بينزل يوم الجمعة الخامسة ونصف مساءة بتوقيت مكة المكرمة يلا نبدأ مباشرة بالتفاصيل متما تعودنا أول شي بأخذ الأسئلة اللي بسميها الأسئلة السريعة اللي فقط سينجيم مباشرة أول سؤال معنا من أخونا عبد المجيد سليم سليم سلام عليكم وعليكم السلام أخوكم من السودان هل تتوقع ريال مدريد يقع مع باريس انجرمان في قرعة دورة أبطل أربا هذا الموسم كمان ما بعرف زيش أنا حاسست أنه سيأتي مع ميلان الإيطالي ولكن أتمنى يكون مع باريس أتمنى مع باريس أتوقع مع ميلان هيك متوقع السؤال اللي بعده من دي جي 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 كي اس 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 كي والله يحميك على هذا الاسم روح النفوس غير اسمك سؤال بعيدا عن كرة القدم أنت من أب تركي هل عندك جنسية تركية أنا لا لكن عندي أخوة أكبر من غير أم نعم عندهم لكن أنا ولد في سوريا فأنا أعتبر سوري تقريبا ما عدي جنسية طيب أوكي هل بحسن بأخدها نعم بحسن بأخدها لكن لما تنتهي الأزمة عندنا تماما بصير بينفتح هذا الموضوع وبقدر أخذها من جديد إن شاء الله تعالى كونه هذا الموضوع حاليا مغلق بسبب الحرب اللي دائرة بسوريا فصير كل واحد بيروح بيقدم على أنه هو أساس أساسه تركي يعني بصير يأخده جنسية بس بكل بساطة أوكي السؤال اللي بعده من أخونا كوميل مسلم كوميل أرحب يا ورد السلام عليكم وعليكم السلام بعيدا عن الرياضة شنو محتوى الكتابين لخلفك أها أصدق هدول هدول اتنين واحد اتنين وفي واحد فوق شايفو هدول طيب تمام تكرم عينيناك ناك يا رب يا زي ما بعثنا مشوار الله مولى أنت خليوا الكتاب اللي يضلفوا اسمه أرضي كولا هو رواية لعمر عبد الحميد جرب أراه رواية تمام إذا قال لك مراعب الروايات أما اللي بعده هلو نمت نمت مكتابا هنا أكتر من واحد تمام أيضا رواية الخيمائي لباولو كويلو رواية أكتر من رائعة أسطورية بكلمة عن الكلمة عن جد في عندك رواية المسخ لفرانس كافكا ترجمة محمد رجب تمام هين روايات هاي المسخ وعندك لمحمد صادق رواية هيبتا تمام أيضا رائعة وعندك واحد من أجمل الكتب اللي قرأته هو فيه خلاف كتير فلسفي يعني وبيزنطي عليه على مستوى العالم هو كتاب فن اللاموبالات يعني من أجمل الكتب لقرأته لكن المشكلة بترجع بيحبك أو كرهك تماما لهذا الكتاب حسب طهمك أنت إما بتحبه ورح تكون من جمهوره أو رح تكرهه و تكون ضده حصريا يعني ما في حل وسط يعني هذا صار مثل جوارديولا مثل مورينيو مثل رونالدو مثل ميسي أنت تحبه كتير أنت ما عندك حل وسط معه عارف كيف حبيب هاي فكرة كتاب فن اللاموبالات سمع مني وقرأه لمارك مانسون كتاب أكثر من رائع أنا طبعا كنت مرة عملت حلقة تلخيص كتاب فن اللاموبالات وما بعرف حد وين صارت الحلقة بعين الله طيب برجعنا ونكمل مباشرة أوه السؤالي بعده عمر عمر ما هي أقوى نسخة لفريق في نظرك تحياتي عمر الغشمري كنت الحب إليك أخي عمر طبعا السؤال الواضح أقوى نسخة فريق شفتها ليس أفضل ليس أفضل كأستمرار كذا أقوى نسخة فريق يعني فريق إذا أجبت لعبك مباراة يسحقك غوارديولا برشلونا هذا جوابي السؤالي بعده من أخونا بيتش رايا داك ما بعرف الاسم سامحني ما هو الظهير الأيمن الأنسب لبرشلونا أرنولد جيمس آم وكر أنا بشوف أنه الأفضل بينهم بك الإخصار جيمس هو اللاعب الوحيد اللي تقريبا عنده توازن رهيب جدا بين الهجوم وكذلك الدفاع وفينا يشول المنظومة بكل معنى الكلمة وإذا بتراقب تشيلسي بتعرف هذا الشي إنه أفضل منهم هن الاثنين حتى إذا بتطربهم بالخلاط الاثنين مع بعض جيمس بيطلع أفضل منهم طيب خلصنا السريعة وتعم فوت بالجد وبالأسئلة اللي بدأ شوي التفاصيل أبو أحمد بسألي ما مصير برشلونا الاقتصادي وكيف يريد بنفس الوقت الدخول بالمركاته وهو مطلوب ومفلس شو يعني هو مطلوب ومفلس أخي مفلس أفهمناها بس مطلوب شو يعني اكتب لي بالتعليقات تحياتي للغالي ولدنا العزيز نسيم الله يسعد إياك أخي أبو أحمد ولعد برشلونا الاقتصادي حاليا وضعه سيء جدا 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 وعليه دفاعات علي 41 مليون يورو لازم يدفعهم مع أغلاق السنة المالية بيوليو القادم أتوقع 41 مليون يورو لسيكس فريت وعنده 108 مليون يورو لا كل من اللاعب بيانيتش كوتينيو في لاعب تالت ذكرته من كم يوم أيضا ما بعرف زاتيكي سيتيين أيضا قالوا عليهم مصاري لحد الآن ليوليو الميسي يقول المطول يصبر عليهم فعنده مدفوعات ما نقلين نهائيا تقارب 149 مليون يورو مباشرة هي قبل الرواتب رح تندفع فوضع سيء جدا وكان لازم يوصلوا لثم النهاء دوري أبطال أوروبا تقريبا حتى يعودوا هذا الفاقد لكن هل إذا أخذوا دوري الأوروبية بكفي لا هل إذا أخذوا دوري الإسباني بكفي لا إذا أخذتنا مع بعض لا صدقني لأن الفوز بدور المجموعة بدوري أبطال أوروبا بالمباريات بس أكثر من عائد الدوري الأوروبي كله أكثر من عائد الليجة تقريبا طبعا في عندك حقوق البث التلفزيوني حلوة تقريبا عوائدة لا بأس فيها كونه برش شلوانا يعني يبقى حقوقه غالية جدا هل كيف ناوي يفوت بالمركاتو يفوت بالمركاتو يشتر الصفقات مدوسطة السعر لكن يجب أن يفوت فيهم في يناير الحالي لا يفوت فيهم في يوليو حتى لا تصدف الصفقه مثلا بعد أغلاق السنة المالية في 9 يوليو فتصدف للسنة الجديدة لأ لازم يسكر صفقاته بالسنة المالية اللي نحن فيها بس بكل بساطة غير هيك ما بحسن يتعقد يسكر هذه الصفقات بالسنة الحالية لكن ليس صفقات سوبر بالمبلغ البسيط الذي يصف معه من الروافع الاقتصادية هذه الفكرة صديقي طيب لدينا أيضا عن سؤال عن برشلون لدينا أول 3 أسئلة قريبا عن البرسا وحلوين يعني لارين الشيخ أخي ناسيم عطول يسألك سؤال وما بترد أولا هل ترى برشلون يأخذ الدور الأوروبي والإسباني والله حاليا بس حاليا يعني شبق من من التركيز فقط حاليا ما أتوقع صعب الإسباني أنا شايف في الريال ممكن يحسن يركز أكتر منه ما بعرف إلا إذا خرج مبكرة من الدور الأوروبي برشلون ممكن يركز أكتر ممكن المشكلة في عندي أكتر من سؤالة اليوم رح تلبك بتجواب عليهم لأنه مسؤول عم ينسئله قبل فترة بسيطة مهمة كتير يعني في أسئلة عن دورة أبطال أوروبا كان لازم يشوف القراءة حتى عارف جواب عليها فلا هيك ما أخدت أو في منهم أخدت أنا ما عارف جواب عليهم عندك برشلون حاليا ما رأي يشوف وضعه بالدور الأوروبي رح يكون وفي موضوع تشافي بقاءه من عدمه هل رح يغير أفكاره أفكار تشافي هي اللي تلعب دور كبير من كل عمل لكن بالدور الأوروبي صحب أنا بدي أسألك سؤال هذا إذا واجه الأرسنال هل يحسن يصمد تحت ضغطه هذا السؤال سألته على ليف للشباب على بيجو ليف وجاوبوني أخواننا الكتالونيين فأنت جاوبني بالتعليقات هل يحسن يصمد أنا لا أحكي لك رح يفوز رح يفوز عليهم كأرسنال لأ أنا سأل لك سؤال هل يحسن يصمد تحت الضغط الذي ينفذه مثلا أرسنال أو عندما يحبون يستوعبك ويضربك وبالتعليقات جاوبني بالتعليقات ولماذا لعبين برشلان الكثير عمين صابوا بسبب أنه لديهم أعداد بدني نهائيا برشلان من 3 سنوات تقريبا الأعداد البدني سيء جدا 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 يا صريقي بكل بساطة بس هذا الجواب متابعك من سوريا من ريف دمشق كل الحب لك يا غالي وانا على فكرة ربيت بريف دمشق وأفتخر طبعا طيب مرح السؤال بعد يا غالي عشاق الصقور الله يسعدك أخي نسيم ماذا يجب أن تشافي يسويه على المود يرجع برشلان وهذا هو قادر على تحقيق الدور الأوروبي كمان الدور الأوروبي وما هي التدعيمات اللازمة وما تعليقك على إصابات برشلان التي لا تخلص أخوك من العراق تكرم عينك تعال دعنا ندردش على هذا السؤال دعنا نختم مع برشلونة كأصدقاء شباب برشلونة قال لكم لأنه مرحلة وصل أول شيء ما يجب أن يعمل أول شيء كتشافي يعني كتشافي نفسه هو ما يجب أن يعمل يبعد عن الفلسفة الزائدة والأصرار على اللعب بمودة تيكي تاكا وما إلى ذلك اللعب على الواقعية مثل ما عمل ميك الارتيتا بأول موسم مع الارسنل ومثل ما عمل الآن تينهاج مع مانشستر ونياتد هم مدربين يلعبوا كرة شاملة وتيكي تاكا ومثلثات ومربعات ودوائر لكن حاليا يلعبوا كرة واقعية فقط كرة الانتصار كانوا يلعبوا ببداياتهم تمام سيبك من أرتيتا أرتيتا تقطع هذه المرحلة وبدأ يطبق كرة الشاملة تمام شافي مصر يطبق تيكي تاكا من أول يوم ومع أي لاعبين يجب أي لاعب يجب أن يطبق تيكي تاكا لكن يا شافي أنت وقت طبقت أنت ونيست بوستكيس وابيدالي وداني ألفز وبيول ويكي وقامكم بيدري وفيا وميسي وجاكون سانشيز في بعض الأحيان كنتوا خوارق كنتوا خوارق فلا تفكر كل لاعب على أرض الملعب هو شافي لا تفكر مثل مارادونا الذي كان يفكر كل لاعب من منتخب الأرجنتين يجب أن يكون مارادونا هذه الفكرة أول شيء يجب أن يفكر ويجب أن يفكر ويجب أن يعد بوداني ويجب أن يكون هذا الكلام الذي تكلمته قبل قليل هل يمكن أن يأخذ دور الأوروبي أنا أرى صعب بصراحة غيرت رأيي كثيرا عن برشلونة كنت توقع يأخذ دور إسباني بعد دور الأبطال ولازال ممكن هذا الكلام اليوم اليوم نحن بـ 14-12-2022 ممكن هذا الفيديو إن شاف بعد شهرين يكون يتغير حال برشلونة كاملا الله أعلم أنا بحكي اليوم وفقنا اليوم تمام ما هي تدعيمات الأزمة أكيد بديلة بوسكت وظهير أيمن فقط لا غير صدقني أما تعليق على الأصابات برشلونة التي لا تنتهي علقت قبل قبل قليل وقالت أن المشكلة بالمعد البدني أما إذا نذهب إلى الأسئلة الثانية هل ترى كافرتسخية هو صديق اسمه كفرتسخية تمام لعمش واسمه الصعب الله يسعدك يا أبولو أي تابوك الله يسعدك هل ترى لعب ممتاز جدا وإن أجع ريال مدريد تبقعاتك حبيب القلب ناسيم هل موضوع كفرتسخيلية هل هو لعب رائع أكيد لعب التمركز كسر الخطوط نقل الكرة من الخلط للأمام لما يرجع لعند خط الوسط يستلم الكرة ويقدم لأدام طبعا هو بلعب جناح أيصر تقريبا تمام تزديدات مبعيد مراوغات ما شاء الله أنه مكمل تقريبا اللاعب ممتاز جدا جدا ما رأي فيه إذا أجع الريال لا أتوقع الموضوع يكتمل بصراحة لأنه شايف الريال لأنا مكمل مع فينيسيس جنور والذي هو مفضلينه على مبابي فهل راح يروح يجيبوا كفرتسخيلية ويزدوا فينيسيوس احتياط أنا ما بتوقع هذا الشيء ترى أقرب لليفر بول بكل أمان يعني مبارك كمان كنا نحكي عن هذا الموضوع باللائف وحكيت أنه ليفر بول يحسن هو أنت رغري كفرتسخيلية يخترع بالليفر بول لكن هذي يحسن يأخذونه من نابولي هي مشكلة نابولي ما بيخلي لاعيبة يطلعوا يعني أم تأخر مرة شف نابولي باع لعيبة يا جماعة غير السن الماضي هنا ما باعوا يحسن ما بيبعو هذي يشتروا اللاعب يموت يدفنوا بحديقة الملعب وراء إلى ليفر بول والله أعلم وربما تتغير الظروف للأمام الله أعلم تمام أتمنى التركيز على كلمة الله أعلم ما يحدث في المستقبل لكنها مجرد رأي سؤالي بعد أخي حسوني المدريدي يسألني السلام عليكم نحن نسيم لو قالوا لك أنت رئيس نادي أستون فيلا أو مشجيع أو مشاهد للدور الإنجليزي أنا مشاهد قوي جدا لدور الإنجليزي بعجبك تختار مدرب للنادي بعد خروج جيرار تختار أمري أو غاسبريني غاسبريني معني أنا من عشاق أمري بتعرفني أكيد أو لوبوتيجي والله لوبوتيجي ظريف خلينا على غاسبريني لا أعلم ومن الأفضل أرتيتا أو لوبوتيجي في تاكتيك الدفاع برأيك لو لوبوتيجي ينجح أنت سألتني 18 ألف سؤال بسؤال واحد يعني أنا هلما جوابتك الناس ستفكرني جوابتك جواب كامل مع أنه أنت موضوعك صديقي يريد حلقة يريد حلقة حرفية لكن باختصار ميكل أرتيتا بصراحة عفوا أمري أنا بحبه كثير لأمري تعرفوني من أيام ما كان مع PSG أنا بعتبره مدرب رائع حتى من قبل قبل كان مبدع بالدور الأوروبي أمري دائما بسمي أنا من أساتذة فرض الأسلوب بالملعب يفرض أسلوبه بشكل قابل جدا ما عمل لك بيحتل الدنيا بيأخذ أوروبا بيأخذ كذا لا مو هيك المقياسة جماعة نحكي تكتيك نحنا أمري من أساتذة فرض الأسلوب على أرض الملعب لكن طبعا ظلمت الظروف مع بارسل جرمان فظهر بشكل سيئ العالم ما انتبهت لتكتيكه الرهيب مع أرسنال كان أكتر من رائع لكن المشكلة كانت باللغة دمرته موضوع اللغة دمره كثير فأنا ما أتبقع أنه أمري ينجح كثير مع أستون فيلا أو بالدور الإنجليزي بشكل عام يعني بيقصد عفوا حاليا بشوف موضوعه صعب رح يكون لو بتيجي هل رح ينجح موضوع اللغة ما بعرف كيفه مع جولين لو بتيجي بيكل أمان لكن أمري شفت أنه واجه صعوبة سابقا مع الدور الإنجليزي هل هو تعلم أنا ما بعرف إذا تعلم رح تفرق كثير الحكاية معه وجوابت سابقا أنه أمري مشكلته أنه اسلوب لعبه بيحتاج لغة قوية جدا حتى يوصل الفكرة صح لذهن اللاعب أنه أنا كيف أريد أضبط رتم المباراة اليوم اسلوب شرحه صعب جدا نعرف كيف يريد لغة قوية جدا حتى يتفاهم مع اللاعبين وصعب أنه مترجم يوصل للفكرة الحسية يعني فكرة كيف هو شاعر حاليا تمام كيف يوصل لك الفكرة يحفزك كمان هذا الفرق بالصديقي هلأ بالنسبة لك أسبرين أنا بفضله بصراحة أنا بشوف أنه خبرته أكثر من أنا أمري وأنه بشوفه مناسب أكثر للبريمير ليج بكل عمالة هلأ بالنسبة لو كماله بتيجل مع ريال مدريد هلأ بينجح أم لا هذا الموضوع نسبي جدا صديقي لأنه كلمة مشروع بريال مدريد ما في مشروع يعني ما فيش إصهم مشروع لمدرد بريال مدريد لا حبيب بتجيب تشتغل على الموجود بليد رتعاقد مع الإدارة وفشل جولي اللي بتجيب بالفترة الأولى أنه اجي ككبش فداء وتأصد بريز أنه يجيبه حتى يكون ككبش فداء لهذه المرحلة اللي كان فيه الريال سيئة جدا وطبعا اجي لكلاسيكو وقضى على كل شيء فأتمنى تكون هيك إجابتي يعني تقريبا مفيدة قدر الإمكان لأنه سؤالك بده فيديو ما شاء الله بده حلقة تقريبا بكل أحوال أخونا حمو كرد الله يسعلك أغالي كيفك أخنسين الحمد لله هل تتوقع نابولي يفعل شيء معجيزة بدور أبطال أوروبا اثنين ما رأيك بصفقة بلنقهام وهذا الخبر الصحيح ما رأيك في أرسنال هل تتوقع ينافس الستي حتى آخر نقطة بتمنى ترد وشكرا لك تكرم عيناك أغالي هل تتوقع نابولي يعمل شيء معجيزة بدور أبطال أوروبا ممكن ممكن كتير كتير بصراحة وارد يعني نابولي يقدم كرد قدم رهيبة جدا لكن كلمة معجيزة أنت هون شو أصدق فيها أصدق يأخذ اللقب مو سهل الموضوع بصراحة مو سهل يعني طالما حاليا في عتاولة في عتاولة كتير كبار مثل بايرون ريال مدريد تقريبا صعب يعني نابولي يعتمد على الفكرة أنه هو يفرض أسلوبه عليك ويضغطك بشكل رهيب طيب أوكي إذا تواجهت مع الريال طبعا أنا من عشاق نابولي هذه السنة لو تكون بالصورة أنا لا أحبط نابولي أنا من عشاق نابولي هذه السنة لو تكون بالصورة تمام لكن إذا واجهت الريال أنت الريال يذهب لأجل أنك تلعب ويقول لك خوض الطابق وظل يجرب من هنا لبكرة تمام بسما ما تخبرني بضربة قولينة ثلاثة ويقول لك الله معك من البطولة هذه بالأدوار الأقصائية فهي لعبته الريال يعني بتحسوه بأخذ هكذا سلايب تحسوه رايح هيك يعمل هالشغلة مثل عادة ويطلع أعرف كيف البايرون هل فيك تضغطه لهذه الدرجة سيخوفك مانشستر سيتي سيفتع الملعب معك بشكل كبير لكن ممكن تحسن تنفذ هاي الفكرة هل ممكن يوسط البعيد أنا ما بعرف ليش حاسس نابولي سيوصل البعيد بدورة أبطال أربا بهذا الموسم رأيك بصفقة بلنجهام والخبر الصحيح تكلمنا عنه بشكل كبير صديق وأتوقع بلنجهام إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجان رأيك بأرسنال هل تتوقع ينافس سيتي على آخر نقطة نعم طبعا انت سألتني هل تتوقع ينافس مانشستر سيتي مو ياخد اللقب هينفسه هينفسه هيناخد اللقب الله أعلم مكان صعب شوين نوعا ما بشوف الموضوع بس دعونا بلك من أغدو إن شاء الله أخونا حيدر سيتاو أوسكار بسألني مرحبا عزيزي نسيم حياك الله أخوك حيدر من العراق كل الحب إليك هل تتوقع صعود ريال مدريد وبرشلونة لنهائك السبر إسباني نعم أتوقع أن يستخدم ماذا؟ وهل سيكون ريال مدريد بطلك العادي أم إذا جهز برشلونة 100% سيكون له كلمة أخي تعال لكم ماذا أصد برشلونة برشلونة إذا جهز 100% أولا جوابي لا ريال مدريد اللي سيأخذ البطولة هل منها لا 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 لنعطيك التوقع بصراحة لماذا؟ دائما أنا أتوقع لما يتواجه برشلونة والريال إذا برشلونة عادي بوضع الطبيعي أنا أتوقع أنه يفوز دائما لأنه تشعر عقدة الريال المشكلة برشلونة صار عنده عقدة نفسية من أغلب الأندية الكبيرة تقريبا كيف أنت لما تكون أخي أنت عزيز قوم مثلا عزيز بقومك يأكل أطل قدام العالم كلها خيوة تبهدل ويصير رايح ويضربك أنا أحكي جد تشبيه جد أنا ما أتمسخر على برشلونة شاب لا أبدا لكن بتنكسر عينك نحن برشلونة مكسورة عينه بشكل كبير ومكسورة نفسيته بالبطولات الكبيرة والأقصائية فبدأ يحاول تشافي أو برشلونة بشكل عام يخرج بنفسه من هذه الحالة فقط خرج ونقيمه كبرشلونة اللي كنا نقيمه سابقا حلو أسلوب اليوم عمحاول كون هيك مختصر كثير بالأجوبة على كل أخونا ABC شيركو الله يسعدك تحياتي أيها سيم كل الحب كان طرحت هذا السؤال قبل أسبوعين ولكن للأسف يبدو بأنك لا ترد عليه عسى خير هل خرج برشلونة من التشاميز سيؤثر إيجابا على أداءه وتركيزه بالليغة والبطولات المحلية ما أخذ عدد إصاباته الهائل بعين الاعتبار كيف ترى حالة ريال مدريد مع العلم أن الريال يعطي انطباع عن خلل في صفوفه وإنعدام التوازن والشغف الذي كان موجود بالسنة الماضية ألف شكر كل الحب لك صديقي بالنسبة لبرشلونة تقريبا أتوقع أني جوابت جواب واضح جدا موضوع الخروج من الحالة الذهنية دعيني جوابك عن ريال مدريد لا ريال مدريد في عنده شيء خادع حتى أنا بقول لك عنده مشكلة بالحالة الدفاعية صح إذا أصدق بالتوازن هجوميا قوي الريال لكن دفاعيا تشعر في عنده ثغرة سيحدث بالريال أن هذا أحساسه لا أعتقد وليس شيء شايف أو لامسه لا أنا حاسس أنه كارنوانشروتي سيحسن يخرج من هذه الأزمة كيف سيضغط عقلوب الدفاع الأساسيين لهن ميليتاو وألابا بروديجير وبناتشو بالمستقبل أنا أتوقع هكذا سيضغط إلى حكاية ويضغط عليهم أكثر ويجعلون قدموا أفضل معا هذه توقعاتي طيب نرى السؤال أخونا إبراهيم علي السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أخي هل تعتقد أن ريال مدريد بحاجة لدون كريستيانو رونالدو أرجو منك أن تأخذ سؤالي أخذ سؤالك فقط لن تأخذه لأنه أكيد الجواب لا لا أنا أحجته هل أرى أنا كعاطفة أنا أتمنى أرى كريستيانو رونالدو يعتزل بريال مدريد ودائما أتمنى ميسي يعتزل ببارشلونة بكل أمار لكن نحكي واقعا اليوم كريستيانو رونالدو لو رجع إلى سانتياغو برنابيو تمام ركز معي إذا أنت تحب كريستيانو أنا أحب كريستيانو كثير على فكرة لا أتمنى يرجع ويقدم مباراة سيئة ويصفر عليه جمهور برنابيو صدقنا سيصفر عليه جمهور العز لأسبوع الماضي سألتك وما جاوبني هل تنبقى من قلبك في دي فالفيردي يحصل لكرة الذهبية وهل هي قريبة أم بعيدة حسب رؤيتك يسعد قلبك كابتن سيم وكل الحب لك والله بشوف بعيدة في صراحة ليش فالفيردي من أفضل لعبين بالعالم اليوم لكن كلمة أن اللاعب وسط ياخد كرة ذهبية بدأ يقدم أداء خارق خارق جدا مع منتخب بلاده مع ناديه ياخده جبلة تشامبديونز مثل موذريتش مثلا بدأ بك أس العالم تقريبا الماضي وبدأ أيضا بذات السنة بدور أبطال أوروبا لكن أنه يوصل لمستوى هاي الفكرة يعني أنك تأخذ كمان منتخب بلادك تبدأ معه الموضوع صعب لأنه موذريتش اللي عطا الدفشة القوية هو منتخب كرواتي على فكرة وليس ريال مدريد النظرة الصحفية أنا بالقصود عرفتوا كيف لأنه كتير بدأ مع كرواتي كان حامل كرواتي عكتفه وماشي حبيب لحاله يعني يعني عرفت شلون تقريبا أخذ بوكس للملعب بمونديال قطر بمونديال كله عفوا مونديال قطر بمونديال روسيا تخيل فأنا بشوف أن المونديال هو أكتر شيعة دافع للوكا مودريتش كل بساطة أخونا قصية الحسن يعطيك العافية أخناسين فخر لنا السوريين وجود يوتيوبر رياضي بارع مثلك كذل الحب لك يا غالي ما تقدمه يشد كذل المتابعين سؤالي هل تتوقع وجود حصان أسفل يصل لنهائي حياك الله حياك الله يا صديقي أكيد أصدقك عن بنفكا نابولي بنفكا نابولي غالبا هكذا السؤال لم أكن لم أكن أخذت السؤال مرتين يجب أن أدمجه بسؤال سابق موضوع هل تتوقع نابولي يعمل معجزة لأن هنا الناديين يمكن معجزة في هذه السنة في دورة أفضل أربو رأي في النادي الذي يعمل معجزة لا يكون حاليا بسطعة القراءة سيكون في عنا 8x8 8x8 ويمشوا سوف يصل إلى النهائي لا يكون بالطرف الذي يوجد ريال مدريد الذي يحقق المعجزة حقيقة بجد أنا ولا ترون لماذا مزق مع ريال مدريد في هذه الفترة أو بهذا الفيديو تحديدا لأن أغلب الأسئلة المتمحورة حول الأمور هو فعلا ريال مدريد عقدة يضغط رهيب جدا على باريس سان جرمان لا تقول لي باريس ضعيف لا لا بانفكة قوي جدا حبيب بانفكة مثل مثل نابولي قوي جدا تمام هل يحسن يضغط ريال مدريد هل يحسن يأخذ منه اللعبة لأدوار أقصائية والتي هي لعبة ريال مدريد أنا بشوف وضوعه صعب عليه الذي يحقق معجيزة ويوصل سيكون بالطرف التاني وما أستبعد هذا الشي كونه عندنا ناديين وليس نادي واحد طيب مرح السؤال اللي بعده أخونا زيت خليف أين سترى لاعب نابولي كفارة بعد كل هذا الأداء الذي يقدم هنا مع نابولي هل سيستمر في نابولي أم للفرق الأخرى لها رأي آخر مثل فرق اسبانيا والإنجليزية على سبيل المثال ليفر بول ليفر كلوب معجب به وأيضا إن شرطي ريال معجب به والله يا صديقي أنا بشوف إذا خرج من نابولي فهيكون غالبا إلى لفر بول بس جوابت قبل شوي وعدت هذا السؤال كسؤال مكرر معلش أوكي آخر سؤال معنا عبد كامل بيسألني يسعد أباتك أنت زلمة بتحكي المنطق دائما سؤالي إلك هل ممكن نشوف رونالدو ضد ميسي في نهايك أس العالم بحب توقعاتك لأنها حلوة وأتمنى أن يكون أو يحدث ذلك رغم أنه من صعوبة أن البرتغال تصل أحبك 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 بمعنى أنه يلتقوا الأرجنتين والبرتغال أتمنى ذلك كلها تمنى ذلك أنه سيكون هذا صديق اسمه نهاي القرن حرفيا أنه يلتقى ميسي ورونالدو بنهايك أس العالم أكيد رحاوة جاب حرفيا على سؤالك حرفيا هل ممكن نشوف رونالدو ممكن ممكن هل تتوقع لا الأرجنتين هل برشحة هل برشحة تصل لك أنه أرشحها هل حتصل لا أعرف لكنها برشحة وبقوة بصراحة بالنسبة لبرتغال صعب 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 مع مدرب لا يعرف إلا يدافع بكر ستشوف ذرناردو سيلفا يدافع كريستيون يدافع نونو مدديز يدافع مدرب لا يعرف وظاف اللاعبين عنده البرتغال عنده منتخب مرعب لكن عنده مدرب جبان بكل معنى الكلمة صدقني المشكلة بمدرب البرتغال نفسه وليس باللعبين عندهم سكواد مرعب مرعب يوصل لهذه أسعال مصدقني الأرجنتين عكس تماما عندهم سكواد منتاز وعندهم مدرب أيضا منتاز لكن هل بتمنى للأماني أتمنى هذا الشي يحدث ورح يكون عن جد نهاء القرن وما يفوز الاثنين ولا تنتهي المباراة أنا لهم خلص كل شي عندي أحبائي الكرام حطونا رأيكم بخد تعليقات بكي تكلمنا عنه وشوفنا شاء الله تعالى بفيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته